لا يعقل بعد أكثر من ستين سنة وصدور الدستور والقانون والكلام موجه للأخ وزير الأشغال المسؤول عن هيئة الزراعة أن بعد ستين سنة ومع وجود دستور وقانون يتم توزيع حيازات زراعية بأوامر شفوية هل يعقل هذا الشيء؟ وهذا ما ثبت في التحقيق وفي التقرير أن كثير من الحيازات يتم توزيعها بأوامر شفوية من جهات أي جهة كانت هل يعقل في دولة الكويت؟ وين راح الدستور وين راح القانون وين راح الأولويات وين راح أصحاب الطلبات الجادة في موضوع الحيازات الزراعية والكل يدري وكأن على رؤوسنا الطير ولا نستطيع أن نعمل شيء في هذا الموضوع ومكبلين فإذا الوزير جاد في هذه القضية يجب أن يعالج الموضوع من جذوره أن يضع شروط وضوابط واضحة ومن تنطبق عليه الشروط والضوابط يعطي ما يعطي البعض وموجود هذا بالتقرير ما أخذ ستمائة ألف متر مربع أكثر من شخص ما أخذين ستمائة ألف متر مربع أكثر من نصف كيلو ممكن واحد بالمئة من مساحة الكويت وبعضهم خمسمائة ألف والبعض يبي ألف متر ومئة وعشرين ألف مواطن منتظر خمس ساعة سنة أن يأخذ خمسمائة متر أو أربعمائة متر يبني إلى بيت الأسرة والعائلة والمستقبل ينتظر خمس ساعة سنة ومن يملك حيازات في نفس الوقت الزراعية تتجاوز نصف كيلو متر خمسمائة ألف متر مربع هل يصير هذا الشيء؟ وين العدالة؟ وين المساواة؟